بيهويسة في فقرة الستاد ديجيتال قبل نمشيه الوابي عبدالقادر العياري وسماح من جرومباليا يحبوا يقولوا البنتهم رميسة العياري كاللي كملت خمسة سنيين إن شاء الله كل عام وهي حية بألف ألف خير رميسة أيضا ما ننسيه وجد علي بن حمودة المحللنا الفني في برنامج استاد الله كاب تحية منه المحمد بن حمودة وحسني بن عبدالله اللي قاعدين يسمع فينا طواكيد تحية كبيرة كبيرة وسبيسيال لهم المحمد بن حمودة وحسني بن عبدالله تحية لكم وهبي هويسة سهلة وسهلة بيك صديقي مرحبا محمد مرحبا ابدالي ووليد والمخرج علي وتحية لكل مستمعي كابافان أش حذرتنا لأصباء هذا في الستاد ديجيتال وهبي هويسة اليوم باش نحكيو عالأحداث الأخيرة اللي صارت في ملعب الهادي نيفر والأحداث أيضا اللي صارت في ملعب عقاري المهازل الأخيرة اللي صارت أكيد شيء يوجع القلب لحقيقة حاجة توجع القلب خاصة كيراوة شنو سباب العنف هذي الكوليكا اللي صار في ملعبنا ومرأة جديدة يصير فيها عنف كبير في ملعبنا والمرأة هذه في مباراة الملعب التونسي والنجم الساحلي حيث أصيب الحكام المساعد بحجر على يده تثبت في إيقاف المباراة في دقيقة 64 مباراة كانت محتقنة الأقصى درجات الحكام دون في ورقة المباراة أنه فما أطراف بين الشوطين حاولوا يعتديوا عليه وعلى طاقم التحكيم والأطراف هذهم تبعين الملعب التونسي حسب ما دون الحكام في ورقة المقابلة بعد المباراة وجدي بن ساسي مسؤول الملعب التونسي قال أنه الهيئة المديرة للفريق تحمل المسؤولية للحكام مجدي بالحاجة عليه تحملوا مسؤولية كل اللي صار في المباراة من أحداث عنف بسبب الصافرة اللي كانت بدي جاه واحد في المباراة للنجم الساحلي وجدي بن ساسي قال زادة في كلامه أنه كان فريق النجم الساحلي يعتدى بالعنف الشديد على أحد أعضاء التنظيم في الملعب التونسي مكتب الرابطة نحكم بفوز الضيوف بعد توقف المباراة من نتيجة 2-0 قلنا برشة تعالية عقوبة للملعب التونسي ثلاثة مباراة تلعب خارج مركبا لهيدنا نيفر عقوبة بعشرين ألف دينار للملعب التونسي عقوبة أيضا لمرافق فريق البقلية وتوفيق المهذبي برشة عقوبية على فكرة وابي العقوبية هذه قابلة للإستينير بطبيعة الحال لكن فيما حاجة توجه أكثر من التعليق لقريناه وفيما برشة تعاليق لكن فيما تعليق قريناه كلما نسمع على كرتنا في تونس تعليق يقول كرة القدم عمرها متخلقت باش تلعب في تونس وللأسف لما نسمع جماهير رياضية تحكي في الحكاية هذه على الحشي اللي صار في الأسبوع هذا مش الحثة هذه اللي صارت فقط فيما حثة أخرى وهي تحديدا في عقارب الكوكب الرياضي في عقارب ومحيط قرقنا مباراة تشهد أعمال شغب كبيرة وعنف طريقة غريبة جدا المباراة كانت ماشية في اتجاه عادي إلى لحظة دخول الجماهير للملعب والاعتداء على لعبي ومسؤولي المحيط القرقني أحداث أجبرت حكام المباراة على إيقافها قبل خمسة دقايق من نهايتها العنف موقفش داخل المستطيل الأخضر بل تواصل خارجه وانتقلت إلى شوارع المدينة حيث عمدة الجماهير إلى ملاحقة حفلة الضيوف وتم رشقها بالحجارة شيء الذي انجر عليه أضرار مادية وإصابات في العقارب أكيد في العقارب وإصابات في صفوف عدد من اللاعبين ولو لمرافقتهم من قبل الوحدات الأمنية كانت الكارثة تكون أكبر وأعظم النتيجة المباراة هذه انتهت بالتعادل هدف لهدف بين كوكب الرياضي في عقارب ومحيط قرقنة محمدالي بن حمودة لا يوجد تعليق محمدالي بن حمودة على أحداث العنف من عالش طبعتها والليا اللي صارت في عقارب بين كوكب عقارب ومحيط قرقنة خروج حفلة محيط قرقنة خروج حفلة محيط قرقنة مع أعمال عنف أعمال شغب رشق بالحجارة للحافلة والحمد لله خليني نقول لك دليل الحمد لله أنه ما فماش خسائر بشارية في المباراة هذه رغم أنها انتهت بالتعادل هدف لهدف ما هازل قاعدة تصير في حق الكورة في تونس وهبي ما هازل كبيرة برشة لحقيقة الأحداث لحقيقة الأحداث هذوما رجعونا الأحداث سابقة كأنصار خاصة لما نحكيه على حديثة البراشوت في نهاي كأس تونس الكورة اليد ما بين نادي الأفريقي والترجي في سبتمبر حادثة كانت نجم تود بحياة مشجعة للإفريقي الذي تصاب أنا ذاك بعد ترشق كبير بالبراشوت ما بين الزوز جماهير جماهير نادي الأفريقي وجماهير الترجي أنا ذاك في النهاية لتلعب في القبة أيضا مباراة النجم الساحلي والنادي السفاقسي في 27 أفريل 2022 في الكورة الطايرة عمف كبير ما بين اللاعبين ما نحكيه على جماهير هنا نحكيه على اللاعبين في الكورة الطايرة على إثره اتحاد اللعبة اتحاد كورة الطايرة كان عقب برشا عقب أربع لعبين من الزوز فراق وعقوباته وصلت حتى للإيقافة بعمين عن النشاط أما الحادثة الأشهر والأسوأ في تاريخ الرياضة التنسية هي وفاة عمر العبيدي بعد ملاحقته من انتبال أعوان الأمن عمر الله يرحمه كانت توفى غارق وقتها ولليوم متواصلة القضية دون معرفة الحقيقة يمكن اعتبار الحادثة هذه يمكن اعتبار الحادثة هذه أنها واحدة من الأسباب اللي زادت غذات ظاهرة العنف في الرياضة لكن السؤال الكبير اللي نطرحوه بخصوص العنف الملاعب إلى متى إلى متى وإلى أين مثال ناخذ تعليق من دلي بن حمود السؤال اللي كان طرحه وهبي هويس على العنف الملاعب رجع بنا وابي لأحداث كانت صارة تقبل في ملاعبنا وفي قاعاتنا دليل إلى متى حاجة عادية تصير العنف في الملاعب رأي حاجة عادية حاجة انترنسيونال نشوفه الحمد لله معناش خسائر بشرية احنا في تونس ما نشوفه في البرازيل خسرنا شهيد الملاعب عمر العبيدي ايه خرج الميدان موش في الملعب كما يحكي وهبي لكن بعلاقه بالرياض يعني هم شاي شجع في فريقه القروح ومروح في سنة لا اكيد الله يرحمه ان شاء الله وان شاء الله يكون من اهل الجنة اكيد تفول صغير هذي حاجة من الحاجات نحكيه على عنف الملاعب نشوفه في مثال في بطولة المكسيك صارت حادثة غريبة برشة كبيرة جمهورتها جمهورتها تخلى على الجمهور الاخر صارت فيها حتى موتها في البرازيل كيف كيف حاجة عادية العنف الملاعب هو العنف الملاعب موجود لا تنجمش تتحكم مثال تيراني لا تنجمش تتحكم في ستين الف عقلية مستحيلة لحكاية بالضبط حتى الامن مع انت وفيها النجم القول وفيها الشراحة الكل نجمش تتحكم حاجة عادية واضح واضح وهبي ايضا مشكور وهبي يويس على فقرة الستاد ديجيتان ان شاء الله مشتلقاه وهبي في الاسابيع القليلة لقادمة مع مواضيع جديدة ومواضيع مختلفة في فقرة الستاد ديجيتال قبل ان ننهيه الجزء هذا دالي بن حمودة احمر وصفر لابس اليوم من عرش ديما احمر وصفر ديما احمر وصفر بواضح دالي بن حمودة اكيد ما زلنا مواصلين في برنامج شوية اخر مش يرجع بعد الترتاحة والبوز اللي عملها الكابتن وليد بن حاحا جلوجي بوفون زمانو مش يرجع عنا في استاد الكاب مش نحكيه ولا وضعية النادي الافريقي مع ضعيفتنا ضحاء الحديد اكيد نخليكم مع زميلتنا في قسم الاخبار حذامي بوشيبة ونرجع لكم من جديد استاد الكاب استاد الكاب اشتركوا في القناة